أبو علي كهرباء ساعة الموضوع بتاع الكهرب ده بحسه بينام وفجأة بيصحة تاني هو كهرباء هيدفع الغرامة ولا شيدفع هيدفع الوضع إيه لازم يدفع هيدفع يعني عاصد إمتى بقى هو اللي حصل كان جي جواب لاتحاد الكرة وتم اختار علي العباسي ووصل للنادي الأهلي إن يوم 3 أغسطس لو في اجتماع لجنة القيم في الاتحاد الدولة الكرة القدم لو وصلوهم إن اللاعب ما دفعش الفلوس لحد الفترة دي يعتبر بشكل قاطع موقوف 6 شهور بدون ما نرجع تاني الاتحاد اعتبر تلقائيا ده يوم إيه الخطاب يوم 3 أغسطس في اجتماع لجنة القيم لو جي يوم 3 أغسطس وموصلش لللجنة إن اللاعب دفع الفلوس كهرباء يعتبر موقوف 6 شهور تلقائيا من غير ما نرجع لك يعني الموضوع هيبقى من نسبة لنا محسوب اللي حصل إيه بقى النادي الأهلي يوقف مع كهرب ووفر مبلغ كبير جدا من الغرامة وكان من الديل اللي تم إنه هيبقى فيه عقد جديد أو فيه تعديل للعقد بتاعك العقد ده هيتخصم منه 10 مليون جنيه هيتحطه فيه الغرامة عمل إعلان لإحدى شركات يعني الألبان أو الجبن أحد أعظام مجلس دارة النادي الأهلي ساعدوا فيه وحطوا له مبلغ أحد أعظام مجلس دارة النادي الأهلي برضو ساعدوا بمبلغ تاني يعني حاولوا يوفروا له الفلوس فكهرباء دلوقتي دفع من حسابه ما يقرب من 8 أو 10 مليون جنيه وتخصم منه مبلغ 10 مليون جنيه يعني هيوفرهم برضو اللعب ويحطهم في الحساب ويعتبر الموضوع كله منتهي وهيبعطوا الفلوس أو هيسددوا الفلوس لإن خلاص مفيش أي مرومة تاني قبل 3 أغسطس هيكون مسدد الغرامة وده معناه وكذا وهو كان فيه جلسة حتى من 3 أيام معه قبل مبارات زمانك مع الكابتن سادر حفيز والكابتن أمير التوفيق في وجود أحمد يحي وكيل اللعب وتكلموا معاه في التفاصيل كلها وقالوا له النادي مش هيدر يوفر أي مبالغ تانية بخصوص الغرامة ويعني توقف معاك بشكل قوي جدا وعن طريق مساعدات مش النادي اللي دفع يعني النادي عمله دعم عن طريق مساعدات بعض الناس المحبين وعن طريق مساعدات